اشتركوا في القناة 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 هناك كذلك يتم تخزين هذه المعلومات في القرص الصلب يعني انت كمختبر اختلاق او هاكر يجب ان تعرف ما هي الاشياء التي تريد الوصول اليها هل انت تريد الوصول الي ملفات او تريد الوصول الي ارقام سرية وعندما تبدأ في الشروع يعني محاولة الوصول الي هذه الملفات يجب ان تعرف انه يتم تخزينها اما في قاعدة بيانات او في قرص الصلب طبعا كذلك يتم تخزين هذه المعلومات او المعلومات الحساسة في الرام كذلك وتسمى بالداكرة العشوائية يعني في بعض الاحيان بدون ان يشعر المستخدم يتم تخزين هذه المعلومات في الميموري الى حين اعادة تشغيل الجهاز ومن هذا ظهرت يعني العديد من التغارات مثلا كالهارت بليد كا 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 الى اخير ولكن سنتكلم عليها ان شاء الله في الفيديوهات القادمة انت كشخص يعني مختبر اختلاق ما يجب ان تعرفه وتتقنه اخي واختي وانه يجب ان تتقن الاساسيات ما معنى هذا معنى يجب ان تعرف اصلا ماذا ما هي هذه الملفات كيف تدخل كيف تبحث عليها في نظام نظامك الخاص قبل ان تشرع في اختلاق انظمة الاخرين كذلك يجب ان تعرف قليلا عن الوراكل او عني الديتابيس او عني المايسكوير يعني اشياء اساسية نحن نقول هنا في هذه الدورة ان شاء الله سوف اشرح لكم الاساسيات ما معنى هذا معنى انني لن اقوم بوضع دورة في المايسكوير ودورة في الويندوز ودورة في اليونكس و الى اخير سوف اعلمك الاشياء التي يجب ان تعرفها كمختار اختلاق يعني اشياء مهمة جدا ومن هناك تصدقني اخي اذا تعلمت الاشياء التي سأضعها لك في هذه الدورة سوف تجد سهولة كبيرة جدا في الفيديوهات او في تعلم الاشياء القادمة ان شاء الله اذا قلنا في هذه الدورة سنتعلم اساسية لليونكس سنتعلم اساسية ويندوز سأتكلم عن اساسية يجب ان تحترفها وسأضع لها بشكل متفرق كذلك سوف نقوم بتطبيق الاساسيات التي تعلمناها في عملية الاختراق واختبار الاختراق يعني سنقوم بوضع اشياء حقيقية وتشاهد عملية الاختراق مباشرة امام حاسوبك اذا حتى لو طيل عليكم كان معكم زهير ارجو ان تضعوا لايك والسبسكرايب سأقوم بوضع الفيديوهات من الان شاء الله سوف اقوم بتحميلها ورفعها على اليوتيوب مباشرة بعد انتهاء هذا الفيديو لا تنسى بدعوية الاصدقاء كلما كان عدد اكبر كان هناك يعني تفاعل وكان هناك عطاء اكتر حتى لو طيل عليكم كان معكم زهير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته